نقول صباح الفولي ولياسمين الأحلى وغلى وارع مستمعين ومشاهدين مستمعين ومشاهدين ومشاهدين اللي دعا الوطنية التوليسية كما أعلننا من البارحة ضايفكم هذا صباح النائب حاتم الملكي بالبرلمان المجمل مرحبا يا أستاذ مرحبا يا صباح خير وتحية لكل مستمعين اللي دعا الوطنية ماشي لصفارة متاع أمريك يا حاتم فما لي لي ما عليك يقول لك الاستقوى بالآخر وبالأجنبي والعملية هذه ما هيش متاع السياسي تونسي مهما كانت اللي تكاليف أوزا أول حاجة نيكو معرفش ولا بيد أنا عندي 25 سنة خدمتي تعاون دولي عن هاللقاءات متاع الدول في بعضها وبرامج التنمية ولقاءات وزراء وصفاراء أحضرت على الألف ونعرف أنه العالم ماهوش تواقرية محلولة وأنه مصالح الدول الكل مرتبطة ببعضها وأنه فماش دولة معزولة في العالم وأن الناس الكل تقود مع بعضها باش تتحدث هذا في سؤال على الوسبران مهنيا ولا خلي فما بالك سياسيا إذا اليوم في تونس بعد 25 جويلية فما غزوز رهانات ثم رهان داخلي كيفاش باش نحلوا مشاكلنا الداخلية وثم رهان دولي رهان دولي هو تصنيف ما حدث في 25 جويلية يوكل العباد ما ينفقوش برشا أنه لو كان مشينا في تصنيف ما حدث في 25 جويلية خارجيا على أنه انقلاب شنوش يصير ناكساته مباشرة واضحة عدم الاعتراف بشرائية النظام الموجود في تونس الثانية عدم التعامل معه الثالثة كي توصلها في اللخر عقوبات على تونس اسكتونس نجب تتحمل هذا نجموش الصين وما أدراك وروسيا ويران وتركيا كي حيواجهوا العقوبات ما نجموهاش أنا بالنسبالي اللقاء ذاك هو لقاء مهم مشكنا ذاك بركة حتى لقاءات أخرين معنا حتى مع سفراء أخرين قبلت قبل قبل ما تصير 25 قبلت برشة سفرات هذه دول ولقاءات معلنة ومصورة قبلهم باش نتحطوا على الأوضاع في تونس السياسي روما هوش دوره داخلي بركة السياسيين زادة دورهم تلمية صورة تونس في الخارج إقناع الشركاء بيدعم تونس أنا خرجت في هوريل في العلام طالبت الدول باش يعطونا التلقية بلادنا تنهار ولدنا يموتوا بلادنا قاعدة تضيع عاونونا أعطيونا ما هيش النظرة الضيقة للسياسة وكايني سياسة موجودة داخلية في المقاهي وفي الأحزاب دكور دو كيل إيما أنت نزلنا دورك كسياسي باش نجم تلمع صورتك في العالم تساعدها على جلب الاستثمارات تساعدها تكون عندها علاقات اقتصادية متطورة عليش أغلبية السياسيين والنواب ممشيوا شو قاطعوا الدعوة متاع على السفير الأمريكي إلى أربعة تقريبا نواب إذا كان منيش غالط أنا ما يظهر إيش أنه الدعوة وجهت لميتين ولا لمية ولا كنظر الدعوة وجهت لسبعة ثمانية من الناس فيهم أربعة قبلوا فيهم ثلاثة ما قبلوش واللي نحترم مني ما قبلش رأيو نحترم موقف الاتحاد ما هي الخلفية اللي قبلت منها أنك تدافع على بلادك الخلفية هي هذه النهار هذيك كما زاد بيان السبعة لإخراج البيان اللي هو عدم تصنيف ما حدث في تونس على أنه انقلاب هذا اللي مشيت من أجله من أجله والحمد لله تحقق تعتبروا تحقق تحقق مخرج حتى بيان لا من الوفد الأمريكي ولا من السبعة اللي يعتبرون ما حدث في تونس انقلاب البيان السبعة هات نقرأوه قرأتك الخاصة لي أحصر بحي تقليديا في قبل فما التصنيف يا أكحل يا أبيض مش يجي يقول لك هذا شرعي وغير شرعي انقلاب وش انقلاب وكهو كل واحدة عندها تبيعات امتاح الوضع في تونس وضع دقيق واستثنائي واليوم وصلنا شوية بشوية باش الشركاء الكبارة متاع تونس والدول مؤثرة في العالم تقتنع أنه الوضع استثنائي صحيح ماهوش دستوريا كما التوضع الطبيعي فماش مؤسسات تخدم بشكل طبيعي في تونس ولكن بالرغم من ذلك فما معطى مهم جدا مش تاخذ بعين الاعتبار أنه هناك رفض شعبي واسع لواحد ما من مؤسسات الدولة وأنه الديمقراطية حتى كان هي منطق قانون المؤسسات فبالنسبة للحالة هذه الناس الكل اقتنعت أنه فما لاعب رئيسي تخلي هو المواطنين باش تخلي المواطنين نظام مش بلاحتي جايش دخلوا باركار المواطنين دخلوا بأنهم لم يستفيدوا عشر سنوات من هذا النظام اللي يسموه في نحن الديمقراطي معلها كي تجي تقدم الواحد يحكو بالمنطق كي تقولوا راو طيلة عشر سنوات كل المؤشرات انتعى الدولة التونسية تحت أسكو هاتي تنجي بسمها ديمقراطية ما تنجي بسمها ديمقراطية خاطر هاتي ديمقراطية أنا نسميها شكلية مبنية عن الانتخابات فاسدة لأنها يستفيدوا منها السياسيين والمواطنيين لا دوك هو سيهل بشتقنوا بالمنطق بشتقنوا بشتقولوا راو الشعب التونسي تيلة عشر سنوات لم يستفيد من هذا الانتقال الديمقراطي كيف تقرى البيان ويقول لك العودة إلى المؤسسات الديمقراطية أو إلى برلمان ما قالش إلى البرلمان كل أليف ولام للتعريف هل تعتقد في هذه رسالة كونه البرلمان الحالي انتهى هذه فهزوا حاجتين ما مهم هو البيان اللي خرجها البيان أولا اتفاق متع السبع الكبار معناها الدول اللي تونس معناها تتعامل معهم أكثر اقتصادية وثانيا أكثر دول يسيروا تونس من حيث المديونيزة هما الوزن متاحهم كبير ما مهم البيان راو مهم في العبارات والأفكار اللي فيه وفي ترتيب الأفكار أول مرة في الفترة الأخرانية بالمواقف متع الخارجية الفرنسية والأمريكية وغيرها اللي خرجت بعد 25 أول مرة في الترتيب النقطة لولا تتعرض لمسألة ديمقراطية تستجيب لتطلعات المواطنين هذا الرقمال للبيانات اللي خرجوا كل انشغال عن الوضع في تونس الوضع الشنور السياسي والمؤسساتي كانت العباد تتحدث في الموضوع هذيك اليوم والقبلة العباد بيشتفهم أنه النقطة الرئيسية في تونس هي أن تكون لتونس ديمقراطية تستجيب لتطلعات المواطنين فهمت العباد أنه ما يسوق لهم 13 سنوات على أنه نحن العصفير تزقزق والديمقراطية الشيخين فيها في تونس العنكوش فهموا أنه هذي ديمقراطية معيبة خاطر ما تستجيبش لتطلعات المواطنين ولو كتبوا النقطة لولا أنا في رأيي أنه الترتيبة ديك مهم يسر كتبوا قالوا راو تونس مش نستعدين بش نساعدوها على إرسال ديمقراطية تستجيب لتطلعات المواطنين لك ربحت حاجتين أنت ملوك دجا ربحت لحاجة لولا أنه قالك مش نواصل نعاون أما مش نعاون مش على الديمقراطية انت انت خباته كهو مش نعاون على الديمقراطية تستجيب لتطلعات المواطنين بعد ولا يحب يتعدى هو للنقطة السياسية النقطة السياسية أنا في تقديري هي تقريبا شأن داخلي فاش داخلي فالترتيبات متاح ما يتخل فينا حتى حد هنا فالترتيبات كش نعملوها العملية لكن فيها نقطة مشتركة مع الناس الكل أن تعود تونس لدولة عندها مؤسسات طبيعية كيف يا عندي مؤسسات طبيعية مانا كيف هكيف الدولة للكل عند رئيس جمهورية ومعنت حق الآن حقهم ومعنت بارلمين في ماشي بلاد في العالم هناك حقوم أشرتuger جمهور هناك برلمان mientras بربينا هناك في هذه المسألة السياسية العودة إلى المؤسسات تعني العودة إلى النظام برلماني وألا نجعله الشعب التونس سيختار أن يكون لتونس برلمان منتخب منتخب عن النظام نختاره أحنا مبيناتنا ما يدخل فينا حتى حد سياسي ما يدخل فينا حتى حد وما عنده حتى واحد حتى سافير أمريكا وقد يحكي معكم ما شبت لكمش الموضوعات ما عرفوا هم المواضيع ذي ما شبته هاش مش متاحهم خطيتهم الترتيبات خطيتهم هما ولي نجم يتكلم فيه ولينا عنده الحق بش يتكلم فيه احنا توسع ما نسمحوش فيش نشتركوا شتركوا أن في الديمقراطية حقوق الإنسان أن تكون لنا مؤسسات طبيعية تحبوا أنت نظام رئيسي عمل رئيسي على روحك تعمل برنامين يعمل برنامين أما بالنسبة لي أنا نتعامل مع دولة يزم يكون فيها باش نتصنفها ديمقراطية نتصنفها لأساس أنه فيها فصل ما بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذي وانتم تواسوا أموركم هذا كيري يقول أموركم اشتركوا أموركم اشتركوا أموركم اموركم تحبوا تعملوا استفتاء قبل تحبوا تبدلوا النظام لم تتخلوا السفير الأمريكي وقت قابلتم معه لا لم يدخل فيه لا لم يدخل فيه لا لم يدخل لم يدخل لا يدخل نعطي لا يتعامل هل انت إتفقنا أنتم كنتم متفقين قد توصلنا هذا دافع على فكرة الانقلاب أنا ومروان ما أعتبرنا أنه ليس انقلاب بالتصنيف الدستوري ليس انقلاب بالتصنيف المتعارف عليه ليس انقلاب ليس واحد يأخذى سلطة واحد أنا واحد يأخذى سلطة الرئيس ليس فصل دستوري يتيح ذلك هذا الرئيس يأخذ لك أن نستعمل فصل 80 في الدستور أنت تعرف أن الوضع الاقتصادي والسياسي والصحي والكل في البلاد في أزمة بعد أن نتناقشه داخلياً رك توسعت برشا رك توولت رك خليت إجراء زايد أليك داخلي نتناقل فيه أمام البرة في الخارج أنا لا أسمح أن بلادي تتصنف على أن الدولة في حالة انقلاب وتتقطع عليها العلاقات وتتصير عليها عقوبات خلال الهم اللي عايشين فيه 12 سنين يزيد يزيب عليهم ربي العقوبات خرين هل حسيت حاتم المليكي خلال مقابل تكليسة في الأمير أمريكاً وفهم بعض الأطراف السياسية تطلب في دعم أمريكي؟ أو الاستقواب؟ لا 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 مش بالمنطقة ذاكا لا المسألة هي توصيف وتصنيف وتشخيص الوضعية أنت 25 جويلة هل فهم هذا الشعور كان أمامك من بعض الأطراف السياسية؟ لا 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 مش موجود نقدم نرجع لبين سوفراء بولدانا السابعة الكوبرا الاسدور البارحة قراتك في الجزء المتعلق بالإسراع بتكوين حكومة حتى تعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والوبائية هناك أربع أفكار فكرة الأولى أنه لا نفهمنا أنه الديمقراطية اللي عايشينها أنتما شكلية ما تتفعش المواطنين نحن اليوم نحب تونس تكون عندها ديمقراطية يستفيد منها المواطنين والتركيز ولا على مدى استفاة المواطنين النقطة الثانية نحب تونس تعود ترجع في تصنيف دولة ديمقراطية في وضع طبيعي وضع طبيعي معناها عندكم مؤسسات موجودين الترتيب واضح أنه النسل كل حتى داخليا في تونس في ترتيب الأولويات حشنا بالحكومة متفقين عليه أن تكون لك حكومة قادرة تسير بش تحققك الهدف لولان والثانية أن يكون لك برامة انتخب تفهمتوا تخلوا هذا تجيبوا أحد أخر جديد أموركم أما في الأخر بالكل تكون فما سلطة تشريعية ومارس صلاحياتها باستقلالي نجي وتوى من بعد للفكرة الرابع أنه رابش تولوا في التصنيف متاعكم طب قديمة دولة ديمقراطية وتتعامل معكم لعمل أساس ديمقراطية رابش لا مساس بالحقوق والحريات ما معناه لا مساس بالحقوق والحريات ما معناه كل الإجراءات الاستثنائية نتفهموها أما رابش تقول قام جبريا منع صفر تحديد في أوقات التنقل أي ريستريكسيون على الحقوق والحريات حدثتوا في هذا مع سفين أمريكا لا الوضاع ذا ما تجبدش برش لا ما تجبدش برش تجبد عرضيا على أنه في التوصيف أنه فما حدم الحقوق الموجودة في تونس ولكن موقعش التركيز عليه برش لكن احنا داخلين في تونس الرسالة نعرفوها ونفهمينها أنه راو دا كوردو أرجعوا لمؤسسات احنا حاجتنا باش نرجعوا لمؤسسات أنا في الأخرى وحاتم الهدف لوليني أنك ما تخليش ويمشي في إنقلاب باش ما يدخلكش في ثنية أخرى غالطة جملة تدخل فيها وهذا تحقق في البيان تحقق سيئ في البيان متاع السبع موجود تحقق موجود موجود أليك بقاء يقول لك راو رفع الإجراءات الاستثنائية التي تعلق الحقوق والحريات راو مطلوب معناها أخذتوا شهر شهر ونص فما عبيد عندها مصالح فما عبيد عندها صغارة فما عبيد تحب تسافر فما عبيد تحب تتنقل فما عبيد مش ممكن نواصلوا بهم في الإقامة الجبرية شفت أنور بشاهد سافر أه؟ أنور بشاهد أين؟ شفتوا سافر أين؟ يلزم راو منع السفر على المواطنين راو إجراء استثنائي جدا إلا إذا كان في حكم قضائي ونتهى الموضوع النقطة الرابعة اللي يحكيوا عليها هما إنه راو بالتوازي راو وضيه إن النقطة الرابعة هي اللي تتهمني بارشا من الأخر من الأخر قالوا في النقطة الرابعة رأي المساعدات مرتبطة بتحقيق هذا كيفش قريت هاوي؟ هاته نقرأ هناك النقطة هي كيفش يقول له مخاطر هما تعرف سيغة دبلوماسية وستظل مجموعة السبعة ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهمية محورية في علاقاتنا المستمر كي تقرأ الفرسية الأنجليز تقرأ الفرسية الأنجليز تقرأ الفرسية الأنجليز أن تبقى علاقتنا مرتبطة بمدى التزام تونس بالديمقراطية في العربية ترجمة ممكنش مكوعة ماشي واضحة أما تبقى للإنجليزية تجيها خير نعم نشورك ما ننأكده على أنه تشار الدموكراتيك فاليوز أن تبقى تونس في القيمة الديمقراطية رومين ساندرل يبقى أهم نقطة في علاقاتنا المستقبلية مدى التزام تونس بالقيمة مدى التزام تونس بالقيمة الديمقراطية هي النقطة الأساسية في علاقاتنا المستقبلية الترجمة العربية ليس واضحة بالكدائي هذه الترجمة الأصلية الموجودة فيها نعم نحن تنسى خرجنا منه موضوع التصنيف المتعنقلة بارتحنا منه الموضوع هذا اليوم الكرة عنا نحنا ليس نرجعون من نقاشنا الداخل نحن عند شكون عند الناس الكل المسؤولية الأولى ترجع رئيس الجمهوري بما أنه هو اليوم هل مزلتوا فعلين كانوا مجمدين كأطراف سياسية؟ معنى عندكم دور قاعدين تقوموا بها لأنا؟ أخذر في الأخر بالكل رأوا مش معناها أنه البرلمان تقلقات صلاحيات وانتهات الحياة السياسية في تونس ثم يومين ضحر لي ما كونش تستضيفوا في رئيس الجمهوري تحكوا معا استضيفوا في فعلين سياسيين في البلاد ومدنيين ومنظمات ومجتمع مدني لا ما نجمناه شرف نحن نحبوا سيد رئيس الجمهوري يشرفنا هدو نحوو الدور ونسألو أحبوا حتى نمشي بها ونسألو في الأخر رأوا وحايتم موكر ما أخذ كلام فماش حاجة في أي وقت من الأوقات بش يصبح انه وكاينه ثم شخص وحيد عندهم فاتح البلاد يرقد كله تسكر البلاد كيفي قوي حي البلاد اليوم الرئيس موجود في وضعية استثنائية هو اخذ قرار قلنا له اوكي داكوردو عنده مساوغات موضوعية القرار اللي اخذيته هذا اللي هو اني تكون تولي انت تتولى السلطة التنفيذي ايكي تتوليها وين الحكوم انك تعلق صلاحية البرلمان في انه يكون سلطة تشريعي اي داكوردو اما ونهو البرلمان سمحني علقوا السلوحية وخلصكم اخذيته وشاريكم من جمش هذك مسألة اخرى لا تزمكش تعمل امبريسيدون في وسط الدول تخرق بهم مبادئ اساسية معتيك اكزامل تجي انتي تقول ربش نعمل حجر شامل كي ما عملناها عامناه وندارس مسكر شو ما تقول المعالمين ما خلصكم ايش تخلصهم فكرة العمل المنجز نسمعتها عن بار شعبات ري مرتبطة بمداء قدرتك على تقوم بالعمل او لا معناها يعتبر عمل غير منجز اذا كان متاح اذا كان انتي ما قمتشوي متاح لي وما تقومتشوي انا يظهر لي حتى في مسئلة البرلمان كان مشينا الانتخابات وهذا رأينا مش انتخابات سابقة لأولي انتي حاتم الملكي تقول انتخابات سابقة لأولي عليش السيد ديمو احنا عام كام نحنا تناقشو في الدرس بينهم نظام انتخابي بينهم لنصالحوا على منظومة الانتخابية تصليح المنظومة الانتخابية واجب ويزم قبله تصليح النظام السياسي ما تبنيش بنيا معناها النظام السياسي نعملو فيه استفتاء للشعب انا في رأي جمع هذي حكوم في نوفمبر ديسمبر استفتاء عن نظام السياسي يا برلماني يا رئاسي معدل الناحية الكلمة ديك ما يجيش لا رئاسي معدل لا برلماني ما عنده حد شي طلع لها معدل لا حد شي طلع لها معدل داخل بعض وطلع عن نظام ما تحبش يتعدل ما تعدلش ما تعدلش ما شايش عدل ما تعدلش لأنه فماش حتى دولة في العالم جي في دستورها ولا في نظامها سياسي تعمل زوز روس في السلطة التنفيذية خل سلطة التنفيذية ما هو هيراو هو اتخاذ قرارات شكون مدير عام أمن الوطن فلان ولا فلان يجب واحد يقول مجيش زوز يقول شكون مدير عام أمن الوطن شكون مش شد المختص شكون مش شد تجهيز شنو نعملو في هذه الفلوس ومش نحطوها سيد لجيستيوم يلزمها رأس دوك نظامنا السياسي يردوه رئاسي ويتولى رئيس الجمهورية تشكيل حكومة ويختم على روحه ومسؤول أمام البرلمان يأمن عملوه نظام برلماني ورئيس الجمهورية ما عادش ننتخبوه مع المواطنين ويقوله ننتخبوه مع البرلمان ويقوله عنده صفة رمزية في استقبال الوفود اللي جاية في افتتاح دزيف المرموحي صفة بردوكولية تقريبا دبلوماسية آما ما تجيش تقوله اذا كان الحزب الحاكم ما نجمشي شكل الحكومة نمشوا للرئيس نمشوله نقولولو أعطينا شكون هو رئيس الحكومة وبعد نقولولو أسمع برمشي على روح كنت خليني تلهاو يحب الحكومة ساسي ترضيكم سيستام يا إما برلماني واضح ربح حزب يشكل حكومة لا روح وما نجحش نجمه نعطوه فرصة ونعطو الحزب الثاني فرصة ما نجحوش الزوز نمشوا الانتخابات سابقا لأوانا ونخلوا الرئيس بروتوكولي وإلا رئيس جمهورية يشكل حكومة ورئيس وزارة ويشرف عليهم هو وهو مسؤول أمام البرلمان رئيس وزارة لا تقولي وزيرو لي ذلك نزيرك نزيرك أنا في تقديري نحلوه الاشكال هذا في ديسمبر نمشيه في انتخابات في جواه ولا في أكتوبر 2020 نعاود وندخلوا في المفاوضات ونخلوا البرلمان مجمد أنا في رأي البرلمان يعمل جلسة يحل نفسه هو يحل روح حل روح ورئيس البرلمان يستقيل حفاظا يتحل البرلمان تحلت لنا كل شيء لا لا يعني يستقيل قبل الجلسة هذه ولا هو بشو شروع وغزر هيلي ترتيبات سياسية ترتيبات سياسية من نوع آخر مثلا خاطر في تحميل مسؤوليات ومسؤوليته ومسؤوليته هو على ما يصار ينفعنا في المستقبل من نضربوش مؤسسات الدولة ينفعنا في المستقبل من نعزلوش روحنا دوليين ينفعنا في المستقبل أن نخدم بلادنا مؤسسات ثاني بلدنا بلشة مثالية لا مش مثالية نحل البرلمان بش نعمل جلسة عامة يحل فيها نفس وقتها إذا كنت تهرب علينا جلسة عامة هذه اللغايات في نفسها أخوض ولينا نلعب وقتها ولينا نلعب موجود لا لا إذا كان مش نمشو في ترتيبات متفقين الناس الكل أنه فما تواريخ مش نعمل فيها استفتاءة مش نعمل فيها انتخابات وفما تواريخ مش يتصير فيها المصادقة على القوانين جديدة انتخابية ومش نتفقوا فيها أنا ميرا ننتفقوا حاتم أنتم أربع من الناس كنتوا أمام السافير الأمريكي في نهاية الأسبوع هذا زوز يقولوا انقلاب وزوز يقولوا موش انقلاب يعني ما انتفقناش على تصنيف حالكة 25 أنا البارح تلبط في الإعلام من حركة النهضة أن تصدر بيان واضح عزرت البيان متاحها وقريتوا يقول باقي ما عادش تحكي على موضوع متاع الانقلاب واتحكي على موضوع أخر عطينا حكومة أنا في رأيي باش ما تبقاش في الليستوريك متاع الحكاية هذه الموقف متاع حكاية الانقلاب أن الحركة حرة تحب تقول لي أنا شادر صيح هذا رو انقلاب وإلا تقول كي ما قيلت الناس الكل خطر هو بيان النهضة روش واضح رو يقول لك رو هو انقلاب أما إحنا لنمتفاهمين تطلعات الشعب التونسي وضح لي مورك كلمة انقلاب يا حاتم رأي نستلعب به رمي سهلة رأي كلمة انقلاب رأي عدم الاعتراف بالنظام القائم حتى داخلين طبع أنت قلت هذا انقلاب معناها أنت من اليوم أوفيسي الموقع حركة لا تعترف برئيس الجمهوري كرئيس ما يعني أن تعترف به كل ما يصدر عندك رئيس الجمهوري من القرارات لا تلزموك هذا بوقع أنا سألتوا براء محمد القومين في واحدة من الإذاعات يقول لا يعني الإذاعات شمس قول كيف عافل كيف نفهم نفهمشنا في الموضوع كيف إذاعات كيف هل ترى أنتم هذا موقفكم ما تكونوا معترفين به رئيس ما يقول لك لا معترفين نحن بالنظام السياسي يما دائمك معترف فعليش تحط في الذبان هذه انقلاب اللي قالوا رئيس لجنة إدارة الأزمة هو اللي قال نحن بالنقاش بيني وبينه في إذاعات كيف الرجل غنوشي لربما ما يقولش نفس الكلم معناها فما اختلاف أنا شو نقول فما مشكل السياسي نتع تونس نجم نحلوه بباسات جماعة في الأخر بالكل اتفقنا نحبو نعمل حكومة ناجعة نحبو نرجع مؤسسات منتخبة ونحبو في نفس الوقت ما نتنزلوش على الحقوق والحريات ونحبو نعملو نظام سياسي متوازد هاتنا عملوهم العربع سيدة رجل جمهورية مطالب تشكيل الحكومة في وقت ساني أنا بالنسبة لي كحكومة توا عندها على القل الملف المفاوضات وتعبئة موارد الدولة والميزانية والمديونية متاع تونس على أولوية دوكشنو أنا شو جو بريفير أنا سوبر مينيسر دليكونامي دي في ناس واضح هو يكون يشكل الحكوم أي لا مش مشاركه كوزير الاقتصاد والمالية عنده الملف الاقتصادي والمالي بتاع تونس غدوة محظر روحه باش يمشي يتفاوض الدولة حرة أنا كيجي رئيس الجمهورية يقول أنا منيش مش نتفاوض مع المانيحين الدوليين عندي فلوس اللهم مبارك عندك عندك شو مشكلة أنا بالنسبة لي توا منيش مش نتصور بلادي تخرج كي ما قولنا ما تخرجش في الانقلاب ما تخرج زادة الحكومة ما كمش يعطيها الشرعية انشينا بين ذفرينا كي وش كمش يصوت لها يعطيها هو شرعيته رئيس الجمهوري يعطيها هو شرعيته أنا فهم النقاش هذا لأنه تمر للبرلمان ما تمرش للبرلمان يصادق عليها أنا في تقديري حتى لو كان عملها في الشهر التالي الوقت تأخر برشا هو راو أم من المفروض هي حكومة متاء أزمة حكومة إنقاذه متاء حكومة أزمة في إطار تفعيل الفصل الثمانين وقت نتفقوا على الترتيبات متاء البرلمان إذا كان تفهمنا مش يبقى البرلمان الحالي تمشي الحكومة باش توصل على ثيقة ما يمنحها حد شي باش تخدم تاو أنا منسان عملي حاتم ما نحبش نجي نشربك هالدنيا ونقودو حاصين وتفرجوا فيها في الأخير أعطيني حكومة سأخذ نخدم في البلاد ما هو مش يستنوا فينا العباد يستنوا فينا باش يقول لك أعطيني حكومة نتفاوض معه الاتحاد عم تنسي للشغلة أنا حكيت مع قيدنا يقول لك مجبرا على أنه يعين حكومة باش تسير البلاد و باش تحل الملف الاقتصادي خلينا من بعد طيو نعطيوها هي عندها شرعيتها الاستثنائية شرعيتها الاستثنائية في طار تفعيل الفاس 80 إلى حين نتفكو في الزوز نقاط الأخرين الاستفتاء والانتخابات سيبقى لي أوين كم يسروا نسعبوا فيها لأرواحنا نحن إيه لأنا حتى الأراء الآخر الأخرى اللي نحبوها تكون مشتركة معنا في هذا التواجه تقول لك الاستفتاء اش كون مش صادق عليهم ويزو متعدى اللي مس نواب الشعب فاهمني يا حاتم فاهمك فاهمك هذا اللي يقول آخرة مش أنا نقول زين طواش عنا احنا في البلاد عنا زائم برش عباد موافقين على الاستفتاء إيه تروا وقت رشيش بدنيه الموضوع ذات الاستفتاء عنا عام أنا عندي تسعة شهور قلت تعليق عمال البرلمان هو يعلق عماله واحده من نهار تري ركحت البونيا لولا زيت ركبش تبشي كاكة مش تمشي تدخل في حيط رأي البونيا لولا والثانية والثالثة العباد تصبر تصبر وران بعد ما عاش نجم تصبر عطي حل تلفزت وشوفوا شيئ ذك سعي ينظر على البال عندي تسعة شهور نقول نعلقوا أعمال البرلمان احنا كنواب وطيوت ونيت لو كان عمالناها نحنا النواب إلى حين نتفقوا على تسيير وحكمة البرلمان الناس الكل كانت مقتنعة انو راسل غنوشي حاد كمبلت ما على تسيير طبيعي برمجلس نوعب الشعب وردوا كيانه تابع الحزب متاع وعد حثني وين ماشينا أنا ذاتي قلقني في تونس باستقالته الحيط باين ماشيت له العباد وباقي يقول لك باستقالته إذا كان يعمل استقالة الآن هل يتحلل المشكلة؟ رأي الشخصي رأي الشخصي ما هو شو معناها التسعين في المياه في الحاكمة والتسيير مسؤولتها عن درشة الغنوشي وقت كان البرلمان موجود بسلة كانت مهمة أنا ميال إلى الذهاب الانتخابات سابقا ليا وين علاش المواطنين التوانس الكل يتحدثون 93% يقول لك معنا شثيقة في البرلمان مدام قالوا لك 93% معنا شثيقة ها تنجدوا الثيقة على أقل يولي عنا برلمان خطر أنا بالنسبة لي فهموزو الشروط نرجع للشرعية والمشروعية نرجع للشعب التوصي صاحب السلح شكرا لك حاتم المليكي النائب البرلمان المجمد على كل هذه المعطيات سؤال الأخيرة أي مكان يخدم فيه مصلح تونس ما شاورت حتى حد وقت لمشيت ما شاورت حتى حد ما كلمت حتى حد بعد ما مشيت ما يكلمني حتى حد أخلاقيا قبلها العملية ما عندي قتلك 25 سنين نلتقي مع بعض في الدول الأخرين معنا شوشكرا وحاجة أخرى اللقاءات علنية ومع ناس مسؤولين رسميين مش في الحدائق الخلفية ولا مش في الضلاب أندي ترجع للباج متاعي أنا كنايم تقاني مقابل يجي 16 سفير بتصورتها شكرا لك حاد المليكي المليكي شكرا لكم على المتابعة والاهتمام في أقل الحاسة كالعادة نقول لكم بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي استحفظوا على رواحكم راكم أنتم ثروة البلاد عدية واستحفظوا على بلادكم راكم أولاد وابنة البلاد ماكم شيء سياح إن شاء الله يومكم سعيد تسمعوا برامج هيدها الوطنية في قفصة على 104